موسيقى اعزائي المشاهدين اعزائي المشاهدات مسائل خير برنامج جدا اليوم يأتيكم كل يوم من الاحد حتى الخميس من السادسة وحتى السابعة والنصف مساء ومع العنوين لهذا اليوم استطلاع يكشف نصف العرب لا يعترفون باسرائيل يهودية وديمقراطية وازدياد اليهود الذين لا يريدون جارا عربيا بعد قليل سنكون في تل أبيب لحديثي مع بروفيسور سامي سموحة ببث مباشر اضراب عام يشمل المدارس في قرية شعب بسبب المياه الملوفة ومديرة لواء الشمال في وزارة التربية والتعليم تطالب رئيس المجلس بإعادة الطلاب للمدارس أعضاء في المجلس واللجنة الشعبية في البلدة يتحدثان لهذا اليوم اطلاق نار على مصل من الناصرة خلال خروجه من المسجد بعد أدائه صلاة الفجر وفي كفور كنة غضب كبير اطلاق النار على بيت وصيارات أحد السكان في القرية تزامنا مع يوم المرأة العالم الذي يصادف غدا هل ترأى تحسن على مكانة المرأة في المجتمع العربي؟ في هذه الأثناء انعقاد أمسية نسائية في الناصرة حول هموم وقضايا المرأة العاملة بعد قليل سننتقل إلى الناصرة للحديث مع عدد من النساء المشاركات ببث مباشر الكنيسة تصادق على قانون آدم على اسم الطالب المرحوم آدم عمر حسن من الريني لوضع أجهزة الانعاش في المدارس بعد مأساة وفاته بشكل مفاجئ في المدرسة بعد قليل سيكون معنا في الستوديو والد الطفل المرحوم آدم ببث مباشر معطيات جديدة تكشف الناصرة تسجل أكبر عدد من النساء المصابات والمتورطات بحواد الطرق كيف تتعامل المدارس مع تدخين الطلاب بين جدرانها وكيف يمكن منعهم مختصان يجيبان لهذا اليوم الفنانة النصروية انصاف عودي تعكف على تنظيم فعاليات النساء بمناسبة شهر آغار المرأة بعد قليل سنكون في الناصرة للحديث معها ببث مباشر هذه العنوين في برنامج هذا اليوم عبر القناة الفضائية ببث حي ومباشر ونبدأ استطلاع لبروفيسور سامي سموحة يكشف تراجعا في العلاقات العربية اليهودية ويكشف أيضا أن نصف المواطنين العرب لا يعترفون بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وازدياد في نسبة المواطنين اليهود الذين لا يريدون جارا عربيا كيف يمكن أن نفسر التراجع بالعلاقات وهل تتأثر المواقف بمتغيرات سياسية مبنية على الجو السياسي العام وهل تتأثر بدورها من مواقف الحكومة أو وزراء في الحكومة أو رئيس الحكومة في صياغة مثل هذه المواقف ولما حدث هذا التراجع المرتبط بالمواقف السياسية خلال عامين من عام 2015 إلى عام 2017 ما هي أهم المعالم والمفاصل الجوهرية التي أثرت على هذه المواقف عند العرب واليهود على حد سواء وغدا يوم المرأة العالمي ما هي التحديات التي تواجه المرأة في السياسة والمجتمع والعمل والعائلة بماذا تطالب المرأة هل ترأى أي تحسن على مكانة وضعية المرأة العربية في البلاد وهل بدنا نشهد تحركا نسائيا بخصوص التمثيل النسائي في السلطات المحلية حول مجمل هذه التساؤلات وغيرها أستضيف معي هنا في برنامج هذا اليوم بروفوسور راسم خميسي مخطط مدن والرئيس السابق للمعهد اليهودي العربي في جامعة حيفا وستنضم لاحقا دكتور إنصاف أبو أحمد باحثة تربوية وناشطة نسوية وأيضا سيكون معنا هنا في برنامج هذا اليوم جمعة أبو شهاب سكرتير الجبهة في جسر الزرقة بروفوسور راسم مساء الخير مساء النور أهلا وسهلا بك إذن ننتقل الآن بالصوت والصورة مباشرة إلى مدينة تل أبيب استطلاع للباحث بروفوسور سامي سموحة يكشف نصف العرب لا يعترفون بإسرائيل يهودية وديمقراطية وازدياد اليهود الذين لا يريدون جارا عربيا ننتقل بالصوت والصورة إلى تل أبيب للتحدث مع بروفوسور سامي سموحة الباحث والمحاضر في قسم علم الاجتماع أمحكرة حرونش البروفوسور سامي سموحة حكر بسوتيولوجيا بأونوفيسات خايفا مرأي عني سيجابة يخسين بين يهودين لبين عارفين بمدينة הנתונים מצביעים גם כן כי קיימת עלייה בשיעור התושבים הערבים שלא מאמינים כי המדינה יהודית ודמוקרטית לעומת התושבים היהודים שלא מאמינים בזכות הקיום לערבים במדינה ואינם רוצים לגור לצידם על מה זה מצביע ואיך אנו יכולים לקרוא את הנתונים שמראים ההחרפה בעמדות בשנת 2017 בהשוואה למחקר אחר שנערך בשנת 2015 האם אותן עמדות מושפעות ממדיניות הממשלה או מהצהרות הפוליטיקאים אנו עוברים בשידור ישיר לשוחח עם פרופסור סמי סמוכה חוקר ומרצה בחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה פרופסור סמי סמוכה ערב טוב ערב טוב כן פרופסורה שאלה הראשונה שלי מה הנתון הכי מודגש ואתה הופתעת ממנו לאור התוצאות של הסקר שאתה ערכת בשנת 2017 הממצא הכי חשוב שאני מצאתי הוא שהיה ב-2015 רוב של ערבים רוב אמנם קטן בין 55% ל-60% שמשלימים עם קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית משלימים עם זה שזאת מדינה שמתנהלת בשפה העברית שהשבת זה יום המנוחה במדינת ישראל ושזאת מדינה שלמעשה מדינה יהודית מבחינת הסמלים שלה ודרך ההתנהלות שלה ואני מצאתי שב-2017 שהרוב הזה שהיה פשוט ירד מתחת ל-50% זאת אומרת בין 40% ל-49% זה שינוי מאוד גדול אני לא מדבר על מתן לגיטימיות למדינה יהודית ודמוקרטית אני מדבר על השלמה עם קיומה של ישראל כבעלת רוב יהודי כמדינה שמתנהלת בשפה העברית שהתרבות שלה היא עברית ישראלית שהלוח הזמנים שלה הוא יהודי וכן הלאה זה שינוי מאוד גדול שבהחלט לא ציפיתי שהוא יגיע עד כדי כך ומה בקשר לתושבים היהודים בכל מה שקשור לזכויות הלאומיות של התושבים הערבים כאן במדינה אתה לא הופתעת מהנתון הזה? אני בהחלט גם מזה הופתעתי ראיתי שמאז 1976 שאני עורך את הזכרים האלה ראיתי יציבות בעמדות של הציבור היהודי למרות שהציבור היהודי נסחף לימין למרות שמתחזקת הדת והזיהות היהודית אצל היהודים למרות כל זה הייתה יציבות בעמדות שלהם כלפי הערבים בישראל אבל בסקר האחרון של 2017 אני רואה שינוי לרעה בעמדה של היהודים יש אחוז נמוך יותר מה שהיה של יהודים שמקבלים את הערבים בישראל כמעות בעל זכויות מלאות מה שהיה בעבר אבל בואו נשים את הדברים בפרופורציה מדובר שקודם נגיד היה 75 אחוז יקבלו את הערבים כמעות בעל זכויות אזרח מלאות והיום זה ירד לשני שליס זאת אומרת זה יש ירידה אבל זה לא רק בשאלה הזאת גם בשאלות אחרות פחות יהודים מוכנים לקבל תלמידים ערבים שילמידו עם הילדים שלהם בביתי ספר תיכוניים פחות יהודים שמוכנים לקבל ערבים כשכנים שלהם וגם אחד הדברים המדהימים אותי והכי מצערים אותי שעלה מספר אחוז היהודים שלא מוכנים לקבל בוס ערבי בעבודה זאת אומרת שהיה קודם כ-30 אחוז עכשיו כ-40 אחוז כן פרופסור סמי סמוכה יש לי שאלה פרופסור סמי סמוכה יש לי שאלה אז אתה אומר השסע ביחסים בין יהודים לבין הערבים הוא הלך וגדל בשנתיים האלה בין שנת 2015 לשנת 2017 בהחלט בהחלט השסע השסע הגדל ויש זאת אומרת יש גורמים שמסבירים את זה קודם כל אחד הגורמים זה האינטיפאדת הצעירים שהפרידה יותר ויותר בין יהודים וערבים יש גם את המדיניות של הממשלה שהיא מדיניות כפולה מצד אחד הממשלה הזאת משקיעה הרבה יותר מאשר ממשלות אחרות בפיתוח היישובים הערבים בהנגשת ההשכלה הגבוהה לציבור הערבי וכן הלאה מצד אחד הם משקיעים יותר ומצד שני גם המדיניות של צמצום הזכויות הדמוקרטיות בכלל לא רק לגבי הערבים אז אתה אומר פרופסור סמי סמוכה שהמדיניות של הממשלה או אולי ההצהרות של שרים בתוך הממשלה ואולי ואולי ההצהרות של ראש הממשלה כלפי התושבים כאן הערבים במדינת ישראל השפיעו על עיצוב העמדות גם כן בקרב התושבים הערבים וגם אולי בנוסף לכך בקרב התושבים היהודים לא אולי, בטוח, מה תכף אפשר לראות את השינוי שחל אצל היהודים ההתבטאויות של ראשי האמין, כל הנושא הזה של חקיקה והצעות חקיקה שנעשות וכל הדיבורים האלה למשל על חוק הלאום שבא למעשה להגיד שמדינה יהודית היא יותר עליונה מאשר דמוקרטיה זאת אומרת אתה יכול להתנהל פה בצורה דמוקרטית כל עוד היא לא פוגעת במדינה היהודית ברור שזה משדר לערבים וגם ליהודים משדר שהערבים בישראל הם אזרחים סוג ב' פרופסור سامي ساموخ خوكيرا مارتسي بخوكلي سيتيولوجيا بאونيفرستات خايفة تدارب على خايف تدارب على خايف وتنضم إلينا هنا في برنامج هذا اليوم دكتور انصاف أبو أحمد ناشطة نسوية وأيضا باحثة في مجال التربية دكتور انصاف مساء الخير بسعج مساكة هلا إليك دابلش معك بروفوسور راسم من خلال هذا الاستطلاع من خلال هذا البحث الذي أجراه زميلك أيضا بروفوسور سامي ساموخ وانت رئيس الرئيس سابق للمعهد اليهودي العربي إذن كيف أنت تقرأ هذه المعطيات الفجوة فجوة حتى العلاقات بين اليهود والعرب آخذة بالاتساع المواقف متشددة أكثر وهذا مقارنة مع استطلاع أو بحث اللي أجري سنة 2015 أولا اسمح لي حي سامي سموخة على المثابرة في دراسة العلاقات اليهودية العربية في إسرائيل من سنة الستة وسبعين مستمر في الإجراء ولما كنت رئيس المركز كمان احنا تابعنا في هذا الموضوع واضح أن العلاقات اليهودية العربية أو العلاقات بين المواطنين اليهود والمواطنين العرب هي علاقات ليس ساكنة هي علاقات متغيرة ومتغيرة لمتأثرة بين الأشخاص وبين اللي يسمونه يهود مقابل العرب ولكن في أنها كمان المؤسسة يعني الدراسة التي بتبحها سامي سموها هي دراسة العلاقة مواقف اليهود مقابل المواقف العرب ولكن هناك فيه متغير مهم جدا اللي هي الدولة أنت تتبنى هذه النتائج اللي صدرت من الاستطلاع؟ جزء منها بظننا تشير إلى اتجاهات وتحولات في داخل المجتمع نعم فيه جزء منها اللي أنا استنتاجاتي فيها وتحليلي إلا هي ربما تكون مختلفة عن التحليل اللي بوضعه كسوتيولوج عالم اجتماع في هذا الموضوع أنا برأيي أنه هناك بالرغم من أنه احنا منحكي على أساس أنه اليهود والعرب مفصولين في موضوع الحيز السكني ولكن لما منشوفهم في علاقة الوظائفية الموجودة في مواقع الشغل عملية في الحيز العام عمليا فيه بس في تشدد بالمواقف حتى بقضية العمل والسكن 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 اليهود بمحاذاة العرب طبعا طبعا لأنه الفرص الموجودة للسكن للعرب هي أقل بكثير من موجودة لليهود وعمليا الموجودين لليهود لما نتيجة للفجوة اللي موجودة في حالة السكن اللي ما متوفر كفاية كذلك في البلدات اليهودية شو بيخلق؟ بيخلق أنه في فوبيا في خوف بكل واحد بده يحفظ هاي الموارد إلو وذلك لما بده يحفظ هاي الموارد إلو بحاول إيه شينكر المجتمع الضعيف وذلك هنا في حاجة أنه لتغيير السياسات والأمر الإضافي أنه إحنا كثير المواطن اليهود وهي إشكالية بنيوية في الفكر وفي الممارسة التي تمارسها الأغلبية اليهودية إن هي كبتحس إن هي صاحبة الانتلاك على الدولة ولذلك لما بتحكي كأنه في علاقة بين المواقف المواطنين الدولة ومواقف الدولة والمواطنين العربين على جنب هذه إشكالية بنيوية في طريقة التفكير لما في السياسيين عاملين بيخلقوا نوع من تخويف سنرجع لهذه النقطة نخرج الآن لفاصل من ثم نعود ونواصل مع هذا الموضوع وأيضا سنتطرق للمواضيع النسائية على شرف يوم المرأة العالمي الذي يصادف غدا ولكن بعد الفاصل عدنا من الفاصل بمناسبة الثامن من أذار يوم المرأة العالمي أمسي لمجلس نعمات في لواء الناصرة بعنوان المرأة العاملة مهمات متعددة وتحديات كبيرة ما هي التحديات التي تواجه المرأة العربية وهل سنشهد تحولا في استيعاب النساء كممثلات في سلطات المحلية العربية ننتقل بالصوت وصوله مباشرة إلى مدينة الناصرة للتحدث مع نائل عواد مديرة جمعية نساء ضد العنف الناصرة أختنا إلى مساء الخير مساء نور لإلك بلال ولكل المشاهدين والمشاهدات نعم أختنا إلى إذن ما هو أكبر تحدي الآن موضوع يعني على شرف يوم المرأة العالمي وهذا التحدي على النساء سواء على القطاع النسائي أو على القطاع الرجالي أن يقوموا بتخطيه يعني أهم التحديات وأقصاها هو الاحتلال لأن وجود الاحتلال هو ما يساهم في عدم وجود الأمن والأمان الأمن والأمان الشخصي في انتشار السلاح في عدم وجود فرص عمل وإمكانيات عمل لأن الميزانيات بتروح للاحتلال بتروح للمستوطنات بتروح للمستوطنين فبالتالي هذا هو خطابنا في هذا اليوم في الثامن من الآدار مهم كتير نشدد على النضالات أن النضالات مستمرة قضيانة موضوعة على الطاولة وعلى أجندة صناع القرار حتى على مستوى تمثيل النساء فبالتالي اليوم أيضا وقفنا وقفة بالتزامن مع نساء من غزة نساء من ضفة نساء في الشتات في عين الحلوة كنساء فلسطينيات لنقول أن في هذه المناسبة في الثامن من الآدار نضالاتنا النسوية هي نضالات الوطنية النسوي هو وطني وبالتالي هناك حاجة وأهمية لربط القضايا جامعة من أجل كسر هذه التحديات من أجل إحقاق حقوق الإنسان وحقوق النساء كحقوق إنسان نعم أنا سؤالي أختنا إلى أنت ذكرت الجانب أكثر يعني ربط الجانب النسوي بالأمور أو الطروحات السياسية أو الأجندة السياسية أنا بترجع لبلادنا لسلطاتنا المحلية للناس اللي إحنا دائما يعني نتعامل معهم هل هناك رؤية لدى النساء توجه معين في موضوع التمثيل السياسي على سبيل المثال أو التمثيل المهني في داخل السلطات المحلية العربية يعني نحن مقبلات على انتخابات السلطات المحلية في 30 عشرة 2018 ونحن كجمعية نساء ضد العنف وجمعيات لسوية وحقوقية شكلنا اتلاف سميناه صوتك قوة وفرستك للتغتير بالتلاتين للتأثير بالتلاتين عشرة 2018 وهذا يضع أيضا أهمية وجود النساء وصوت النساء في كل القضايا لا يمكن أن نقبل وهذا العمل والنشاط النسوي منذ سنوات أيضا لا يمكن أن نقبل بتهميش النساء وتهميش دور النساء نحن في جمعية نساء ضد العنف أيضا في الفترة الأخيرة يعني وتحدثت أيضا عندك في البرنامج حول إعرفها لأن هناك الكثير من الأصوات التي تقول لا توجد نساء والنساء لا ترغب نحن نقول أن النساء دائما موجودات يعني إسا في مؤتمر نعمات تم ذكر أنه 60% من الأكاديميات والأكاديميين الموجودين السنة في التخنيون هن نساء هذا اندل على شيء أن النساء تتقلد المناصب العليا في التعليم وفي العمل ولكن لا توجد إمكانيات ولا توجد إتاحة لفرص عمل وهذه المسئولية هي مسئولية القيادة مسئولية رؤساء السلطات المحلية مسئولية المرشحين والمرشحات للقوائم بأن تكون النساء ليس فقط كوردة وشكلة في القوائم لا نقبل بهذا إنما أن تكون في المواقع الأولى المضمونة وهذا مطلب وشرعي وحق شرعي للنساء لأبناء وبنات مجتمعنا النساء لهم مقولة في الحياة العامة في سلطاتنا المحلية ونحن يجب أن نكون جزء من هذا التغيير أخت نائلة عواد مديرة جمعية نساء ضد العنف في مدينة الناصرة شكرا جزيلا لك شكرا شكرا لك دكتور أنصاف نعم إذن هذا التوجه النسائي وأنت ماذا تقولين على شرف يوم المرأة العالمي الذي يصطف غدا أول شي أنا ببارك وبهني جميع النساء جميع الداعمين للنساء بقولين كل سنة وأنتو سالمات وإن شاء الله كل سنيننا سنيننا بتدلها كظاهرات المتتفتح في داخل مجتمعنا بظهرة تماني أذار وظهرة أمهاتنا طبعا هذا هو شهر المرأة يا بيلان فإحنا ما منس منذين سا شهر المرأة وأنا بقول شغلة تانية كمان أنا بشدة على إيديننا إلى وبطالب اليوم بتمثيل حتى النساوي في داخل المجالس وفي داخل بلداتنا العربية وليس فقط في الأكاديميا أو في قضية التعليم وإحنا اليوم عم نشوف قضية حتى تأنيث أهم ضلع في داخل كل المجتمع اللي هو المؤسسة التربوية هي عملية عم بتمرك فيها تربية هي على إيدين النساء فاللي بتقدر اليوم إنها تمسك مؤسسة قيادية اللي تطلع وتخرج من جميع أطياف مجتمعنا بتقدر كمان تشارك في المشكلة طبعا أنا ما ستتسلح لك ركتورة إنصاف عاش تب وبدأ أنت إلى أنا بعدها لبروفيسور راسم بهذا الموضوع يعني في هذا الوزن النوعي للصوت النسائي وملاحظ يعني خلال الأمس اليوم وغدا هذه الصرخة النسائية ودائما وذكرت الأختنا لأنه المفروض أنه التمثيل للنساء في انتخابات السلطات المحلية المقبلة وفي القوائم ما يكونش تمثيل شكلي طبعا على مدار أيام السنة هذا الوزن لماذا لا يترجم على أرض الواقع في قضية التأثير على قيادة الجماهير العربية سواء رؤساء السلطات المحلية العربية أو حتى لجنة المتابعة أو حتى القائمة المشتركة بأنه لا يكون فقط في هذا البعد النظري وإنما يتحول من البعد النظري للبعد العملي يا بلال عن جد عم تحكي عن شغلة عن جد بتوجه تعالتا نشوف اليوم إنه إذن بيأخذوا النساء عم بيحطوهن بيذيل حتى يجيبوا الأصوات اليوم إذا فيه بدأت تنزل مرة على أو ست بدأت تنزل لو قضية انتخابات كم رجل عم بيدعمها من يتبناها في داخل مجتمعها بيحطوه العراقيل بيحطوه العراقيل لأنه هاي بالنسبة لإلهن هاي هذا الشغل شغل للرجال إحنا كونا كمان في ما ننسى بعنا في داخل مجتمع اللي هو كمان مجتمع محافظ كمان هو مجتمع ذكوري اليوم إحنا عم نشوف الأمر قدش إحنا عم عمليين عم نفوت تاني تخطى هاي الحواجز في حواجز ولكن اليوم كون المرأة في داخل مجتمعنا لشو كانت هي عم تتقدم نعم وإحنا ما لازم ننسى كمان كمان في عنا جزء من الرجال ومن مجتمعنا كمان من إحنا عم نقول عنه هن الذكوريين وهن الضاد هن اللي عم بدعمهم هل المجتمع بروفوسور راسم يضع العراقيل أو الحواجز أمام المرأة لتتقلد مناصب سياسية في داخل سلطاتنا المحلية لأنه هذا أحد المواضيع الهم على شرف يوم المرأة العالمي أولا اسمح لي أبارك في هذا اليوم وبتأمل لكل الأيام تكون أيام من المرأة لأنه أنا من وجهة نظر المرأة تساوي الرجل بالرغم من الفروقات التكاملية التراكمية بين المرأة والرجل هاي أولا ثانيا ظاهرت أنه المعيقات أمام المرأة هي مش ظاهرة محلية عندنا نعم ظاهرة عالمية يعني إن كان في الدول المتقدمة هذه الأمور موجودة يعني بلاش نجل بنفسنا ونذنب نفسنا كأنه عندنا إحنا فينا كمان خصوصية يعني الخصوصية إن كان في موضوع الاحتلال إن كان مجتمع القروي مجتمع قبل المرأة المرحلة التمدن جاهزية المرأة وجاهزية بلداتنا لعموضية التمدن وهي أمر مهم جدا عملية التخطيط ما بتأخذ من الاعتبارات الاعتبار كفائية حاجات الأولاد وحاجات النساء موضوع إنه كذلك المنافسة والمشاحنة والصراع موجود بين الرجال على موضوع الحكم المحلي والنساء جزء منها النسيش بس تصريحات بعض السياسيين بروفيسور راسم يعني تصريحات إنه إحنا أمنا النساء يقودنا هذا المجتمع والمفروض إنه يجوا يخذوا القيادي ولكن مثل ما ذكرت دكتورة أنصار النساء تتذيل القوائم وما فيش يعني أمور اللي هي عملية في داخل السلطات المحلي أنا بفرق كثير بين التصريحات الكبيرة لبين الإش الفعلي والعملي ولكن في تنافس كل واحد في مركز في موارد محدودي في فرص محدودي في منافسة عليها من حق المرأة الأساسي إنها تأخذ وتبادر بقواعد اللعب المتعارف عليها لأنه في قواعد اللعب المتعارف عليها فأنا عملت التنافس إنت عمت كل تأخذ أنا بدي أقول لك يُعطى في حق هون لازم يُعطى فيه إمكانية إنه نيجي نفتح لها إنه كلها إنه فيه إمكانية إنك تتواصلي إنك تكوني إحنا عم ندعمك إحنا بدنا نكون معاك مش إنك تعالي خودك مش من قوة لما بتترشح ما فيه قوة هنا فيه عملية لما منحكي لإنسان بدي يفوت للمؤترك السياسي بالمؤترك السياسي إن كان في الكنيسة إن كان في وزارة وهذا ما حدا بهذه الشغلات اللي بقولك تعخذي إنتي لما بتيجي دكتورة صرت ليالي وتعبتي ما حدا يقولك سيري دكتورة أنت عملية شو أعملتي طيب صرت ليالي تكون عافية طيب تقول لذلك أنا مع إنه هي تجتهد شكرا مع إنه ممنوع يكون تنييز مع إنه يكون فتح فرص شكرا لكم ننتقل ثانية إلى مدينة الناصرة لتحدث مع ريهام أبو العصر رئيسة مجلس نعمات في لواء الناصرة أخت ريهام مساء الخير مساء النور بلال نعم أخت ريهام يعني بالرغم من التوجهات المتكررة سنويا وبالرغم من الوثائق التي يتم توقيعها ومن اللمات الجماعية والمؤتمرات والأيام الدراسية إلا أن واقع المرأة العربية لم يتغير إلى هذا الحد خلال السنوات الماضية كيف تقيمين كيف تتعمقين في هذا المعطى المجتمعي السياسي مضبوط بلال معك حق لا شك إنه كان في هناك تغييرات لكن التغييرات هي مش بالمستوى الكافي نحن اليوم نشهد نسبة عالية من النساء المتعلمات النسبة عالية من المتقلدات مناصب مهمة في أماكن العمل لكن لا شك لما منيجي نحكي على قضايا مثل التمثيل السياسي ما زال وضعنا سيء جدا للغاية يعني نحن نتكلم عن تسع عضوات عربيات في المجالس المحلية من 13 امرأة انتخبات في الانتخابات الأخيرة تسعة فقط بينما نحن في مجتمع فيه نساء مع صاحبات كفاءات يمكن أن يكون عددهم 199 و299 وأكثر بكثير أيضا نعم أنا سؤالي أختارها يعني ربما الاستراتيجية التي يتم اعتمادها من قبل بديش أقول أنا فقط الأطر النسائية وبرضو فيه أطر مهنية اللي أيضا فيها رجال اللي يعني يدعمون أيضا مطالب النساء ربما يجب تغيير الاستراتيجية وتوجه أكثر نحو جهات أو زوايا مجتمعية أخرى أنا أعتقد أن الأطر النسوية بالأخاص بلورت استراتيجيات مهمة ولا شك قدرتنا اليوم في أنه نضع على أجندتنا هذه المواضيع لا شك أنها آخذة بالتغيير لكن التغيير لا يحدث لا في يوم ولا في يومين هناك حاجة للعمل على مدار السنوات من أجل تذويت بالأساس قيم حقيقية نؤمن بها بالمساواة والعدالة الاجتماعية قيم فيها نذوت أن النساء قادرات ويستطيعنا ولما نحكي على نساء في العمل السياسي نحن لا نتحدث فقط في العدد نحن نريد نساء فعلا صاحبات رؤية نسوية لدينا نساء كثيرات صاحبات فكر نسوي من خلاله يستطيعنا أن يضعنا الاحتياجات النساء هنه حساسات كمان جندريا ونسويا لاحتياجاتنا ولبناء رؤية فعلا شمولية لكن لا شك أنه هناك مسار بطيء في عنا خصوصية في مجتمعنا وبحاجة أن نشوف التشابك القائم بين عنصرية الدولة وسياساتها التمييزية وبين ذكرية مجتمعنا تشابك من هذا النوع لا شك يخلق صعوبات وتحديات كبيرة ولا شك هناك كمان عوائق ذاتية في عنا وهذا اليوم أكدنا في مجلس نعمات في يوم المرأة نحن اليوم نعرض واحدة من ضمن برامجنا عرض مسرحية التي تدعو النساء بين السطور لأن كمان المسرحية تقول للنساء تعالوا نتنازل عن أن نكون نساء كاملات وأمهات مثاليات للنهاي تعالوا نطالب أول شيء بالمشاركة وصلت الرسالة الأخت ريهم أبو العسر رئيسة مجلس نعمات لواء الناصرة شكرا جزيلا لك شكرا أهلا بك أهلا بك نخرج الآن لفاصل من ثم نعود ونواصل مع مواضيع وقضايا أخرى كونوا معنا نعم عدنا من الفاصل بعد الضجة التي أثيرت على إثر الوفاء المفاجئة للطفل المرحوظة مرحوم آدم حسن في مدرستي الابتدائية قبل سنة تقريبا بمبادرة النائب دكتور أحمد طيبي الكنيسة التصادق على قانون آدم لوضع أجهزة الإنعاش في المدارس حول هذا القانون المصادقة عليه وحول تجربة العائلة بعد هذه الحادثة أستضيف معي هنا في برنامج هذا اليوم عمر فواز حسن والد الطفل المرحوم آدم وأيضا وائل عمر هو الناطق بلسان التحدي جان أولياء أمور الطلاب في الناصرة وأيضا رافق العائلة طيلة هذه الفترة حتى سن هذا القانون نعم إذن أخ عمر مساء الخير أهلين فيك أستاذ وائل مساء الخير مساء الخير إلى كل جميع المشاهدين بلش معك أنا بدي أبلش من الآخر وبعدي منرجع لوراء إذا ممكن في الأمس تم المصادقة على قانون آدم مثلما ذكرنا بقضية تزويد المدارس في الأجهزة الإنعاش الذكية كيف بدأتم هذا النضال؟ شوف بداية أنا بحب أشر أعضاء الكنيسة جميعا اللي ساهموا في تمرير القرار وبخص في الذكر دكتور طيبي اللي سن قانوني أسمى على أسم ابن آدم كذكرى لوفاةه بالضبطه بتاريخ 31 واحد سن القانون بمرك القانون بالكراعة الأولى اللي هو تاريخ وفاة ابنه بسنة 2017 ابنة وفا الله يرحم تعيش بداية أنا بعد الحادث اللي صار القليم اللي احنا مرينا فيه يعني حسيت أنه أنا لازم حسيت أنه الحقيقة أول شيء انتهت بالنسبة لي قد قلت لا وقفت قلت لا لازم أكمل لأنه بعد في عندي الحمد لله رب العمين بعد عندي ابن وبدي ابني اللي ضل يعيش حياته زي ما لازم وبدي بخية الولاد اللي بالمدارس كمان اللي أعاش شعر إنه نيني بأمان مش أنا وديت ابني على إطار مثلا إطار مدرسة له وأنا كنت حاسس أكتر أمان أكتر إطار بالعالم وأمان بالنسبة لإطار المدرسة بالآخر يروح ابنه ما يرجعش فأخدت مبادرة إنه لازم صوت يصل لأضاء الكنيسة لازم تكون إنساوي شيء بلاش أتصل بعضاء الكنيسة العرب الموجودين بالكنيسة وتوجه لي الأخ وائل أجول عندي عالبيت وطلبنا شو بالعربي بعدها تحكيرها طلبنا لجنة تحقيق أنا أنت متذكر إنه حكينا قبل سنة أنا وياك بالضبط طلبنا لجنة تحقيق بالعمر من الدكتور أورنت سمحون وأجانا رفض بالإشي بدهنش لجنة تحقيق يعني إنه فيش مجال للتحقيق أنا ما كم لحكيرها كيف حكيت تابعت بالموضوع وصلنا للكنيسة كان فيه فعدات حنوخ مسؤول عنها لجنة التربية مسؤول عنها عضو الكنيسة ياكوب مارجي بمبادرة عضاء الكنيسة حكيت لها النقطة مهمة أنا هنا عشان أمنع الضحية القادمة ابني الحمد لله رب العالمين عند ربنا بقدرش أرجع أنا بصف الرابع أنت كيف تلقيت الخبر كنت أنا بالشغل الساعة عشرة وخمسة تكريبا بريني التلفون ابنك أدم مكع بالمدرسة أغمى عليه وطلبنا له أمبلانس ببعد شغلي عن المدرسة مسافة تكريبا الأربع دكائي يعني برضو بتشتغل حد المدرسة أربع دكائي خمس دكائي بالسيارة وصلت على المدرسة زي المجنون قيت ابني بعده على الأرض ما عرفتش شو كيف أتصرف شو أعمل شو هذا بعد ممدد على الأرض بحاولوا أن يعملوا له إسعاف أولي بعرفش شو على أي أساس شخصوا الحالة اللي هو فيها وصل الأمبلانس متأخر وصل أول أمبلانس ثانا أمبلانس ثلاث أمبلانس كلها تمكنوا سيارات عادية تاكسي الأمبلانس اللي كان المفروض يصل بالبداية وصل متأخر بعد 45 دقيقة بعد كده هذا وقت كافي أنه خلال 45 دقيقة أي بني آدم مغم عليه يفقد حياته بعدها أعلنوا وفاته لابن آدم قد أنتو عدد الأفراد بالوصلة احنا كنا يعني أنا وإمه وإخوة تنين هو وإخوه الحمد لله رب العالمين ظل أندي فواز ابن الكير الله يخلي لك إياه يعني إسا بتحس بعد مصادقة على هذا القانون القانون على اسم آدم وهي تخليد لذكرى لآدم يعني على اسمه وهي رسالة كيف أنت تفضلت أنه رسالي أيضا للأهل وللمدارس وللكل بموضوع الحفاظ على أبنائنا وبناتنا إذن أستاذ وائل أنت برضو تبعت الموضوع وكان في تواصل مع كل أعضاء الكنيسة أنا بذكر من سنة حتى التاريخ الحادثي أنا بذكره من 31 واحد 2017 إذا أنا مش نعم إذا أنا مش غلطان نعم بـ 31 واحد 2017 كانت الحادثة إحنا توجهنا بعد بأسبوع لأبو فواز للتعزي وكان أبو فواز عنده رغبة أنه يصرخ الصرخة طاعته على أساس مثل ما قال منع الضحية القادمة إحنا كمان شعرنا أنه في إشي مش مزبوط طالب بروح بشكل آمن على المدرسة طالب اللي أرجانا أبو أنه وضعه الصحي ممتاز وبيفقد حياته بـ 3 أمبالونسات بيجوا 3 سيارات إسعاف تجيش سيارة إسعاف علاج مكثف بالتصطب بسيارات بالخطأ بسيارة مش ناشي نذكر أسماء بس بدون برضو ذكر أسماء حتى المدرسة بس أنا بتسأل بدون ذكر اسم المدرسة بالمدرسة فيش يعني طاقم طبي فيش ممرضة فيش إشي استفسرنا فيش ممرضة فيه أستاذ رياضة بيجي 3 أيام في الأسبوع وهو الوحيد اللي بعرف إسعاف عادة المعلمين القدامى ما تعلموش إسعاف فيه المعلمين جداد بتعلموا في كليات دار المعلمين إسعاف ولكن ما فيش طاقم إسعاف طاقم طوارئ إسعاف بالمدرسة ما فيش فاللي كان بعلاقة مع الطالب آدم هو استاذ الرياضة ولقينا إنه في مشكلة حتى في تليفون الاتصال مين يتصلوا فيش قوانين واضحة عند المدرسة مين يتصلوا كيف يتصلوا أنه سيارة إسعاف جي وهل هي عجازة هذا ما كان هذا ما كان وأنا بدأ أسمع أبو فواز إذا ممكن أبو آدم أخ عمر يعني بعد هاي المصادقة على القانون أنت شو يعني إسا شو بتوجه بدون يعني بدون ذكر أسماء بس أنا بهملي رسالتك شو أنت بتوجه للمدارس شو أنت بتوجه للأهالي ومليح أنه تكون رسالة واضحة ومباشرة للجميع لأنه إحنا بنحكي برضو عن مثل ما أنا ذكرت عن حياة أبنائنا وبناتنا قبل ما أوجه رسالي أحب أذكر أنه أنا بعد الحاتي اللي صارت لابن آدم فترة يعني مش فترة بعيدة يعني بعد بشهر تكريبا أنا بدرت كنت مبادرة شخصية مركت على عدة مدارس بوسطنا العربي وسألتهم في حالة مثل حالة مشابه لابن آدم أي رقم كنت ممكن تتصل شو ممكن كنت تتصرف أنت شو ردوا عليه اتفاجأت أنا عن جد اتفاجأت من الإشي أنه رغم الحاتي اللي صارت ورغم الإشي اللي صار برضو تصرف كان اللي رح يتصرف وتصرف خاطئ إنه شو قالوا لك إنه رح يتصل بمكيد بمكيد الرقم الموجود عندهم مش رح يتصل بماذا مش رح يتصل بفهمت كيف الإشي إنه أول إشي المعلم المدرسي هو مش دكتور عشان إنه يحدد شو دعية الطفل البغم عليه وانت مش دكتور تتحدد يعني إذا تطلب له ماذا أو تطلب أمبلانس تاني أو تزعيد واحد من الأهل خليك معي أستاذ نعم أستاذ عمر وينضم إلينا هنا في برنامج هذا اليوم حول هذا الموضوع أنا بدي أخذ رأيه أيضا كسكرتير الجبهة في جسر الزرقة جمعة جمعة بو شهاب جمعة بو شهاب أهلا وسهلا بك بدي أخذ رأيك بقضية تجهيز المدارس وحماية أبنائنا وطلابنا ومسؤولية السلطة المحلية في حالات مناظ النوع شو رأيك أنت سمعت القصة أنا برأي أنه المسؤولية التي تقع على مثل هيك أمور بس على السلطة المحلية لأنه مش ممكن يعني أنه الأولاد بيروحوا على المدرسة وما فيش مثلا طاكم طبي أو مثل إسعاف مثل المأساة اللي شافها أبو أدم فأنا بأشكر طبعا من هذه المنطلة بأشكر الدكتور أحمد الطيبي والأعضاء الكنيسة اللي هما أطلعوا القرار مصادق على قانون أدم على أساس أنه يعني تقريبا مش تقريبا يعني تقريبا كل الوسط العربي أو كل بين جماهيرنا بالمدارس نفسها نعم ما يوجد ما يوجد هذا التواكم مثل هذه اللي هي تقريبا للمدرسة اللي تنقذ الأولاد خليك معاي أستاذ جمعة نعم وأقل بدك تحكي إشي تفضل القانون هو سن على أساس أنه فيه قانون سابق لك جميع المؤسسات والمعاهد أنه فيه فوق الخمسمائة شخص يجب أن يكون جهاز إسعاف ذكي جهاز إنعاش ذكي ما كانش بالمدارس اليوم قروه في المدارس إحنا ما طلبنا أنه مش خمسمائة شخص أنه أغلب المدارس هي من متين ل متين وخمسين شخص نعم فطالبنا أنه يكون تصحيح للقانون ووعدوا أنه في المرات القادمة يصححوا القانون اللي يشمل جميع المدارس أنه يكون فيها جهاز يعني بصرش مدرسة فيها خمسمائة شخص يكون فيها جهاز إنعاش أو مدرسة فيها متين بس قانون اللي يلزم المدارس يلزم المؤسسات فوق الخمسمائة فوق الخمسمائة يعني المدرسة اللي كان فيها آدم الله يرحمه مش ما بتوصلش خمسمائة مش رح يكون فيها جهاز أنا بنصح كل مدراء المدارس وكل الأهالي إنه يشتروا حتى على حسابهن هذا الجهاز هذا الجهاز ولما يصير فيه قانون يمولوا المشترة تاعتهم من القانون شو بدك تواجه أنت قلت له قبل ما أوجه وبدأ أوجه رسالي للمدارس وبدأ أوجه رسالي إلى الأهل شو كنت بتوجه أبو فواز هيك بتمنى عن جد إحنا بالذات أن إحنا مجتمعنا العربي متعلم من الأخطاء متعلم بالشكل الصعب متعلم بالطريقة الصعبة مرينا الضرف صعب بتمنى أنه كل مدراء المدارس وكل معلمين يستخلصوا العبر من وفاة ابن آدم اللي كان هو ضحية وما تتكررش هاي المأساة اللي صارت شو بتوجه لأعضاء الكنيسة العرب اللي أنت توصلت معاهم أنت توصلت معا الكل أنا اللي بعرف أنه اللي بغشر واللي بادر والنائب دكتور أحمد طيبي بس أنت توصلت معاهم كله وصلت معاهم كله وكلهن مشكورين وأبدو استعدادا للمساعدة طبعا أني كانت المبادرة من ناحية اللجنة التحقيق أو اللجنة التربية والتعليم كانت مبادرت عضاء الكنيسة حنين زعبي عيدة تومة يوسف جبارين كلهن يتعاونوا معنا كلهن يتوجهوني بالبيت وساعدوني أنه أبدأ بالخطوة الأولى بالكنيسة وأوصل صوتي وصرختي وصرخة كل العين وكل اللي حوالينا واللي بحبوني لا فوق ولا العين إذن يعني موضوع التوعية أستاذ جمعة توعية الحقل التدريسي لمعلمين لمعلمات تواقم المدرسة بموضوع كيف إحنا ممكن نتجهز لحالات من هذا النوع يعني كيف نبين يعني مدارسنا المفروض تكون أفضل من هيك والمزبوط صح المدرسة لازم تكون أفضل فيه هنا كمان شغلة إن الحكومات المتعاكبة بإسرائيل ما بالميزانيات لا مثلا لمدارس مثلا لشغلات من هشكل أنا كتجربة يعني كتجربة من مدارس عند الوسط اليهودي شفت هناك إنه في عيادات في عيادات بكل مدرسة مش مهم قداش يكون بيها المدرسة 250 أو 500 طالب لازم يكون بيها عيادة اللي هي في حالات في هذه الحالات في هذه الحالات تفضل إيش تفضل تفضل أبو الفوز الشغلة صغيرة بالنسبة للسلطات المحلية والمجالس والبلديات اللي عندنا بالوسط العربي بتوقع يعني بخينا نقول بكل سلطة مثل المجلس أنا عارف الريني أو الجسر أكمل مدرسة فيها عندك طبنه المجلس يعني ما تقدش أنه فيش عنده هاي الميزاني يفوت هذا المخشير على المدارس بأجهز التربية والتعليم ونستنى تايصاتكم على الكنون ليه ما تبادروش أنتو شخصيا بهذا الاشي لما تخدوش الاشي وائل أنا معاي تقريبا أربعين ثاني بس بقضية انتو دوركو كالجان أولياء أمر الطلاب اتواعوا المدارس احنا من طالب وزارة المعارف في أوامر للمدير العام لوزارة المعارف لازم يستخلصوا العبار من قضية آدم يجب إجبار لمعالمين أنه يتعلموا إسعاف أولي يجب تمرين وتدريب سنوي على الإسعاف الأولي نعم ويجب وضع قوانين واضحة في كل مكان في المدرسة ووضع الجهاز في مكان اللي بقدر يستطيعوا يصلوا إلى كل الأهالي لكي نسعف الطفل القادم وصلت الرسالي وما يكونش مشكلة زي هذا وائل عمري الناطق بلسان اتحاد لجان أولياء أمور الطلاب في الناصرة والذي رافق العائلة شكرا جزيلا لك عمر فواز حسن والد الطفل المرحوم آدم الله يرحمه شكرا لك والأخ جمعة أبو شهاب سكرتير الجبهة في الجسر الزرقة شكرا جزيلا تكون عافية نخرج الآن لفاصل من ثم نعود ونواصل موضوع قضية أخرى كونوا معنا عدنا من الفاصل وإلى شعب نعود إلى شعب إضراب عام يشمل المدارس في قرية شعب بسبب المياه الملوثة ومديرة لواء الشمال في وزارة التربية والتعليم تطالب رئيس المجلس إعادة الطلاب للمدارس وتوضح وتقول الطلاب ليسوا وسيطا في قضية المياه الملوثة ما هي مطالب المجلس واللجنة الشعبية والأهالي في قرية شعب فيما يتعلق بهذه القضية وقضية لمستمري منذ فترة موضوع المياه الملوثة والملونة معي هنا في برنامج هذا اليوم الأخ سعيد عبد الرحمن عضو مجلس شعب ورئيس اللجنة الشعبية وأيضا أحمد شحادي عضو اللجنة الشعبية وعضو المجلس المحلي أستاذ سعيد مساء الخير مساء النوب على المياه الملوثة ظهرت الملوثة الموجودة في القرية هل تنبلش وإنت بلشت تشعروا أنه بنزل من الحنفيات ما يملون ملوثي كان هناك حدة شكاوي في سبعة شباط يعني في أواصل شباط كان هناك شكاوي من المواطنين كان من اتصال مع ممثلين الاتحاد المياه والصرف الصحي يعني من شهر تقريبا تقريبا من شهر كان الادعاء بأنه هناك عطل تم تصليحه ولذلك تغير اليوم في المواسير وفي الحنفيات والبيوت بعد أكمل شكوى كمان بنفس الادعاء لحتى ما لاحظنا على تحذير موجود في الصحيفة بتاريخ 19-2 أن المياه ممكن أن تكون ملونة أو ملوثة فممنوع استعمالها بهذه الحالة للاستهلاك المنزلي أو للشرب أو للطهي هذه الظاهرة بدأت بهذا الشكل إنتوا اتفاجأتوا شفتوا المي بتنزل من الحنفيات هنا في قناني معي أنا مضبوط أستاذ أحمد أنتوا جبتوها هاي من شعب من شعب باش من محل ثاني نعم الحنفيات شعب من مكانين مختلفات في البلد طيب الظاهرة بدأت في هذا الشكل بشكل فجائي طبعا كالساعقة نزلت على أهالي شعب بـ 19-2 لاحظنا التحذير في الصحيفة حاولنا الاتصال في السلطات المسؤولة عن ذلك دعيناهن لاستجواب في المجلس بخلال 24 ساعة تمكننا من استجوابهن في المجلس المحلي بوجود مدراء مدارس أئمة مساجد ناشطين بيئيين قسم من أعضاء المجلس رئيس المجلس كان الجواب بأنه هذه المياه هي مياه البحر المحلاء تم تغيير مصدر ضخ المياه في شعب فكان إحنا إدعاءنا وهذا كان اعتراف هناك بجلسة المجلس أو جلسة الاستجواب بأن سلطة المياه تم التغيير وقبل التغيير قامت بإعلام جمعية المياه والصرف الصحي في منطقة شفا عمر ولكن للأسف الشديد التأجيد التأجيد من المفروض أن كان يعلم الأهالي ولم يعلم بها أو يحذر الأهالي من ذلك خليك معي بهاي النقطة أنا بدي أسألك أستاذ أحمد معروف عن شعب أنه هي تجلس قاعدة على أكبر كمية مياه جوفية وأنا بعرف أنه مياه الشعب يعني من المياه الجوفية الموجودة هناك من خلال تواصلكم مع المسؤولين أنا سؤالي يعني حاولتوش تستفسروا بما أنه عنا إحنا كمية مياه جوفية اللي هي كبيرة ليش تنروح لمياه البحر أكيد أول إشي بنشكر قناة هلا طبعا كل وسائل الإعلام وكل من موقف معنا في هاي المحني والله يديمه إن شاء الله لخدمة أهلنا شعب معروف أنه هي تجلس على أكبر مجمع مياه ربما في الدولة يعني وشعب تسقي مياه لكل منطقة الجليل حتى الأسفل والأعلى يعني منطقة شعب كان تصل لبيت جن اللي هي مياه الأمطار بتالي عن شعب كان طلبنا يعني دائما إنه إحنا بدنا ميتنا جوفية يعني بسرش اليوم إنتوا تفرضوا علينا اليوم هاي المي يعني ولا أي إنسان بيقبل يشربها الحيوان بيقبلش يشربها نعم الحيوان بيقبلش يشربها اليوم أول إشي وقفونا حتى كسلطة محلية في بداية الأزمة وقفونا كسلطة محلية قدام يعني عاجزين قدام تلساؤلات الناس وكان إنه شو سبب لون هاي المي من إيش هاي المي وقفنا عاجزين يعني حتى موصلت فيهن إنه يستهتوا حتى في سلطة طب كيف أنتوا أنا بدي أعرف أنا يعني كيف أنتوا يعني بالحيال اليومية يعني بكوا تشربوا بكوا تطبخوا كيف أنت حكيت الأمهات بدأت تطبخ الزوجات الولاد بدن يتحمموا أنتوا بكوا تتحمموا طب شو بتساوه هذه هي البلبلة الموجودة في شعب وهذا مكبلين الأيدي المواطن الشعباوي اليوم يحتاج لعدة قناني من المياه بشكل يومي معدنية يعني أنتم تتغسلوا بمياه معدنية هناك الأطفال أي نعم في بيوت فيها أطفال رضع هم يستعملون المياه المعدنية لتحميم أولادهم للحمام أدي عدد السكان في شعب تذكير الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدين ما يقارب السبعة ألاف نسمة سبعة ألاف سبعة ألاف نسمة الآن المياه ملوثة كان فيه توجه بس أنا طبعا أأخذ رد منكم كان فيه توجه من قبل المسؤولين وحتى من قبل وزارة الصحة أنا شفت أنه المياه المفروض أنه تفتحوا الحنفيات خمس دقايق المي بترجع كمي عادية طبيعية فيه منه؟ فيه هذا التوجه موجود ولكن فيه هناك أشياء اللي ممكن لا ترى في العين المجردة أعطي مثال على ذلك العفارة إذا موجودة في المياه لا ترى في العين المجردة حتى لو كان لون المياه بلونها الطبيعي يجب إثبات ذلك طلبنا تقرير رسمي هل المياه صالحة للاستعمال؟ بنعم أم بلا؟ لا يوجد أي إجابة بهذا الشكل هناك استعمال تم فحص حلو الآن أنا سؤالي أنا سؤالي ويا الأستاذ أحمد هنا موجود هل قمتم أنتم باستدعاء طرف مهني ليقوم بفحص هذه المياه وإذا فيها المياه جراثيم أو فيها أمور اللي ملوثة شو كان الجواب؟ كان هناك الجواب هذه المياه لم تصلح للاستعمال المنزلي ولا للشرب ولا للطائف هي يعني فحص مهني عنكم؟ كان قاطع وموجود قاطع بهذا الشيء ولكن وزارة الصحة تقول لك صالحة للاستعمال بشرط أن تأخذ اللون الطبيعي أو إذا طلع اللون الأصفر أو البني أنا بس بدا أسألك أستاذ أحمد هل طالبتم بجلسة مع وزارة الصحة؟ حتى وصلتوا الشغل إلى الكنيسة؟ أو أن الإشي بس بإطار لجنة شعبية؟ طبعا تم استجواب كان فيه استجواب عن طريق أضو الكنيسة دوف حنين قدم استجواب عن القامة المشتركة وكان استجواب لأضو الكنيسة مسعود غنايم طبعا إحنا المجلس تدعى مندوبين من وزارة الصحة ومن سلطة المياه ومن شركة مكروت ومن اتحاد المياه كان فيه أنه جلسة محين في المجلس المحلي وللأسف يعني لغاية اليوم هذولو حكي مرة عالي أكثر منها نشين يوم للأسف لغاية اليوم مش قادرين نأخذ يعني نأخذ منهن لا حق ولا باطل كيف ممكن اليوم نحنا نقنع اليوم اطفالنا لما يأتي الطفل يفتح الحنفية ويشوف هاي الماء في هاي ظلون كيف ممكن حدث حالي نفسية حتى عند الاطفال عند المواطنين يعني بطل فيه حتى نعدمة الثقة بيننا نحنا بيننا وبين سلطة المياه وبين اتحاد المياه وبين السلطة المحلية نعم المجلس أنا تحدثت قبل يعني قبل يومين تقريبا أنا تحدثت مع رئيس المجلس المحلي لأخفي صلش حبر وقال أنه يعني أنا مع مطالب المواطنين وكل الأمور وأنا بدي أسألك عن موضوع اللي تم اليوم وزارة مديرة لواء الشمال وزارة التربية التعليمية توجهت لرئيس المجلس أستاذ فيصل الشحيبار وشو قالت ده أخذ رد منكم على البيان تبع وزارة المهارة بأنه بناء على بند اثنين من قانون التعليم الإلزامي على الطلاب التواجد في مؤسسات التعليم بشكل منتظم الطلاب ليسوا وسيطا وليسوا جزءا من المشكلة القائمة وعليه في حال وجود مشكلة مع موضوع معين يتعلق بوزارة أخرى مفضل حل المشكلة بعيدا عن الطلاب لأن هذا يلحق بهم ضررا كبيرا وتوجهت لرئيس المجلس أرجع الطلاب لمقاعد الدراسي وأنتو شو بتقولوا؟ أبسط ما يكون الطالب متواجد في المدرسة يريد أن يشرب المياه بخلال السبع ساعات أو ست ساعات الموجود في المدرسة هذا غير متوفر لأن سلطة المياه أو جمعية المياه والصرف الصحي استهترت في كل مواطني شعب في البداية بعد الاستجواب الأول العقد في مجلس شعب في عشرين اثنين زودوا المياه ليوم واحد زودوا المدارس في المياه ليوم واحد وبعد ذلك رفضوا ذلك ولم يعترفوا لم يعترفوا لذلك تم الإعلان عن الإضراب نتيجة الاستهتار بعد ما قدمنا الاستجواب الآن ستستمرون بهذا الإضراب؟ يعني اليوم إضرابه بكرة إضرابه ستستمرون؟ هذا ما يقرره اجتماع اللجنة الشعبية متى سيكون الاجتماع؟ اليوم يمكن يكون اجتماع اليوم مساء اليوم يكون اجتماع للجنة الشعبية وكم تقرير نطلع في قرار رسمي نهائي عدا الخطوات الاحتجاجية المتعلقة بالإدراض إيش ممكن تكون الخطوات المستقبلية؟ الخطوات المستقبلية عندما سيري تنطلق من أمام المسجد القديم في شعب تنتهي في منطقة العين الغربية هنا خطوات أخرى التي هي الاعتصام أمام جمعية المياه والصرف الصحي في شفا عمر هنا اقتراح اعتصام أمام سلطة المياه القطرية لأنها هي المزود لجمعية المياه في إسرائيل ولكن المشكلة الأساسية والرئيسية بأننا نملك المخزون هذا ونسكن على هذا المخزون وعلى هذه البحيرة ويبعد عننا بضعة أمطار ونحرم منها وصلت الرسالة شكرا لكم ننتقل الآن إلى الناصرة الفنانة النصروية إنصاف عودي ومركزة النوادي نوادي المسنين في مدينة الناصرة تعكف على تنظيم فعاليات المساء بمناسبة شهر آذار المرأة ننتقل بالصوت الصورة مباشرة للتحدث مع الأخت أنصاف عودي أخت أنصاف مساء الخير مساء النور نعم إذن شهر آذار شهر المرأة المناسبات ما هي نوعية الفعاليات أو ورشات العمل التي تقومين بتفعيلها الفنانة النصروية أنصاف عودي إحنا المزبوط أول شيء أنا بحب أشكر كل النساء وعايد عليهم أقول لهم كل سنة وإنتوا سالمات وهاديات البال المزبوطة البرامج اللي إحنا بنعملها للمسنات بمناسبة هذا الشهر عملنا تنسيق ظهور في عنا أنه كمان معلمي عملنا تنسيق ظهور جابوا الظهور وعملنا ظهور حتى يتفننوا ويبدعوا في الأشغال ونحيك عن الأشغال الثانية مثل الخرز التخشتيم الأشغال الصوف السنارة كلها على أنواعها يعني تلاحظين أخت أنصاف أنه نعم تلاحظين أنه في هذا التوجه هذا الإقبال من قبل النساء على مثل هذه الورشات أو الفعاليات فيه يعني بتلاحظي بلاحظ إكبال كتير عليه وبلاحظ كتير إكبال عليه وبحبوا هذا الإكبال وبحبوا هذا الشغل كتير كتير بحبوه وهن بطلبه وشو بطلبه إحنا بنعمل لنه أي طلب بطلبه كمان إحنا بننفذ اللي نياته طيب بكرة يوم المرأة العالمي فيه تخطيط لإشي معين لا إحنا حاليا في شغل تكريما بكرة عنا عطلة رسمية بكرة عطلة رسمية ماذا توجهين الفنانة النصراوية إنصاف عودي ماذا توجهين للنساء بكل ما يتعلق وانت بتعرفه بتحقيق المطالب قضية التمثيل قضية الرؤية قضية المستقبل شو رسالتك لإلم أنا رسالتي للنساء أنا المهم أنا بشجعهم إنهم يكونوا عندهم قدرة عندهم شخصية يكونوا بواجبهم واتجاه بيتهم واتجاه شغلهم وعملهم نعم الفنانة النصراوية ومركزة نواد المسنين في مدينة الناصرة إنصاف عودي يعطيك العافي وكل عام والجميع بألف خير شكرا جزيلا شكرا لألك كل عام وجميع الأمم في خير وسلامة نخرج لفاصل من تم نعود نواصل موضوع قضية أخرى وسنكون مع موضوع منع التدخين بين جدران المدارس كيف يمكن منع هذه الظاهرة بين أوساط طلابنا في المدارس ولكن بعد الفاصل عدنا من الفاصل ما هي أسباب ظاهرة التدخين بين أوساط الطلاب في المدارس وكيف يتعامل معها الحقل التدريسي معي هنا في برنامج هذا اليوم كامل برغوثي رئيس كتلة الجبهة في نقابة المعلمين فرع الناصرة وعبد الهادي خروب مختص نفسي ومستشار تنظيمي أستاذ عبد الهادي مساء الخير مساء الخير لك ولا جميع المشاهدين أستاذ كامل مساء الخير أنا فيك أنت عاشرت الطلاب لازمت الطلاب رافقت الطلاب على مدار سنوات هل هناك اختلاف بسلوك الطلاب ما بين الحاضر والأمس في موضوع التدخين بداية لو سمحت لي كتلة الجبهة تتقدم بأحر التهاني للسيدات والأمهات بمناسبة يوم المرأة ومكلهم أحسن لا تدخنوش كمان نبدأ من هون وبخصوص التدخين طبعا الظاهرة تزداد إذا قررنا بس أنا علمت 36 سنة من بدايات لليوم وحسب الملاحظ المحسوس واللي منشوفه أكيد الظاهرة مخلقة وبازدياد وبالذات عند الوسط العربي اللي هي ضعف ما هو موجود عند الوسط اليهود حسب رأيك ليش ازدادت هاي الظاهرة طبعا إحنا ما بدنا نجلد نفسنا يعني ولكن هناك أسباب كثيرة وأهمها التوعي هذا بالأساس أنا المزبوط حبيت أنه حتى ما نبدأ بجلد النفس وما نبدأ بالأمراض اللي كلنا بنعرف اللي سيجارة واحدة فيها 4000 مادة مسمة وفيها حوالى 70 مادة مصرطنة أنا ما كنت بدي أحكي بهذا الموضوع إنما نعكس الإشي بأشياء إيجابية خدش الحياة حلوة بدون تدخين نعم أستاذ عبدالهادي في وظيفة على الحقل التدريسي نعم بس إيه شو اللي بصير إنه في هذا التوجه أو هذا الطرح إنه لمعلم بطل يمون على الطالب أو حتى لمعلمة بطلت يتمون على الطالب وأكبر مثال الحادثة الأخيرة التي حدثت في قرية الفريديس معلمين توجهوا بدل مصلحة الطلاب يا جماعة يا حبيبنا بدناش تدخنوا ولكن النتيجة كانت عكسية بعض الطلاب قاموا بتكسير سيارات المعلمين طيب لوين نحن رايحين شوف قبل ما نبدأ وننظر إلى الأمر بطريقة النتيجة النهائية نحن الآن نتحدث عن نتيجة نتيجة واقعة نبدأ نتحدث عن موضوع التوعية وما يسبق الأمور يعني ما يسبق الأمور هي جملة أنا أؤمن بها أن هناك لسان الكبار وهو تصرف الكبار وأذان واستعاب الصغار أطفالنا في المدرسة هم صغار هناك معلمين هناك أباء هناك كبار في الجيل هم قدوة يجب أن يكونوا قدوة لهؤلاء الأبناء من ناحية أنه مثلا في الحقل التدريسي الأستاذ من الممكن أن يدخن صح أو لا إذا الأستاذ دخن أمام الطلاب من الممكن أن الطالب ما يستوعبش أو يحس أو يشعر أو يأخذ وما يأخذ الأستاذ كقدوة ونعم قدوة والأستاذ هو قدوة في المدرسة فإذا الأستاذ دخن من ناحية نفسية الطالب هو استعوع بأن الأمر شرعي فمن الممكن أن أدخن في الحرم المدرسة ولكن لما أنت مثلا بتشوف مثلا في الكنيسة أو في المسجد هل هناك أحد يدخن في المسجد كمجتمع وأن هناك تسلوكيات يحفزها المجتمع يعني أنت بتقول المفروض يعني المعلمين أو حتى المعلمات أنه ما يدخنوش إذا هني بدخنوا في داخل الحرم المدرسي الأفضل لأنه هذا عمل يعني في المدرسة في ساعات العمل يعني التسع ساعات والعشر ساعات لو أنت ما دخنتش وانتظرت يعني رجوعك للبيت من الممكن أنه الأمر يفيد أو هذا الجزء من التوع كيف تفسر حالات أنا الآن لا أتحدث فقط عن المرحلة الثانوية أنا أتحدث أيضا عن حالات في المرحلة الابتدائية فيه طلاب بالمدارس الابتدائية اللي بدوروا على شيء قرني أو زاوي وما حداش يشوفين وبدخنوا ويمكن المعلمين بيعرفوش يسأل السؤال ليس فقط طاقة المسؤولية على المعلمين طاقة المسؤولية على الجميع طاقة المسؤولية على الأهل وطاقة المسؤولية على المؤسسات أيضا كيف نحن نوفر الأطر لأبنائنا من أجل أن يكون نشاطهم ليس فقط نشاط في التدخين يعني الطفل عندما هذا طفل في العددية أو في الابتدائية أو في الثانوية هو طفل صح وفي مرحلة البلوغ صعب سن المراهقة ويدخن نسأل السؤال لماذا هذا الطفل يدخن ليش يذهب إلى الزاوية ويدخن يجب علينا أن نقوم بعملية احتواء لأننا لا نريد فقط أن نمنع التدخين مسؤولية حديث التدخين وحدث يحدث ولكن إذا احتوينا الطفل نريد نحن بهذا الاحتواء أن نمنع أحداث خطيرة وأمور خطيرة أخرى من الممكن أن هذا الطفل أنا بدي أخذ هذا المصطلح العلمي اللي هو الاحتواء صحيح أنا بدي أسألك عن الاحتواء أنا بدي أسألك أستاذ كامل يعني إذا بنرجع لورا كان الكبير يحتوي لصغير يعني يمون برضو باللغة الدارجة يمون على الصغير اليوم كيف أنت بتشوف الأمور؟ الأشياء الأول شيء هي تربية بالأساس والأشياء اللي بتنطبق على مجتمعنا العربي لا تنطبق على مجتمع في أوروبا يعني لو أخذت بدك ترتب أمورك هنا وتعمل مشروع أو تخطيط لليقلع عن الدخان اللي بيزبط عنا بمفهومنا العربي ما تتوقع أنه نقدر نطبقه في أوروبا أو في الوسط اليهودي ومن هون نحكي عن الموضوع بأنه فيه فرق بين ما أجي أنا بجيلي أو بجيلك نوقف قدام طلابنا ونحكي معهن عن موضوع الإقلاع عن الدخان بأضراره وبينما إذا منجيب من قلب الطلاب هدولا القيادة الشاب اللي نستفمر قدراتهم بالضبط وهم نفسهم هم نفسهم يكونوا رسل للجيل أنت بتقول إذا فيه قيادي طلابي شابي المفروض أنه الاستثمرة في داخل الحلو هاي فكرة بالضبط داخل الحرم المدرسي بالضبط وهذا يعني هني بفهم مع بعض أكثر بعدين بدل ما نظرنا طول وقت طبعا باش إنه نحكي بس عن أضرار الدخان تعال نتكلم عن فوائد الإقلاع عن التدخين وهنا عرض فكرة وهاي مهمة وانت مستشار تنظيمي وفيه تأثير للمجموعة على الفرد ضغط المجموعة نعم إذن يعني يمكن أنه نستثمر بقيادة الطلابية الشابة في المدارس التنوية أو حتى الابتدائية ونقول لان تعالوا إن تقودوا هاي المسيرة من ناحية التوعية التربوية أو مجتمعية مدرسنا بتفكر بهذا الاتجاه؟ هذا المصار؟ شوف أعتقد أنها بعيدة حاليا عن هذا المصار ولكن هاي فكرة ممتازة ونحن نرجع للأساس اللي هي القدوة انتهينا تأخذ طلاب رائدين كياضيين عندهم شعبية عندهم الكاريزمة وبيقدروا يعملوا أو يستطيعون فعل هذا الضغط على المجموعة وتغيير مصار التدخين لأنه التدخين في الكثير من الحالات عندها الأطفال في المدارس هو تدخين مجتمعي اجتماعي يعني المدخن عندهم يدخن طالب المدرس يدخن لأنه المجموعة الطلاب والصحاب والمجموعة هاي يدخن شو بتنصح المديرين المدارس ومديرات المدارس وأنت عرضت فكرة رائعة فكرة بموضوع أنه استثمروا بالمجموعات الطلابية المبدعة والقيادي لأنه هي بالآخر برضو تنعكس على التحصيل العلمي لباقي الطلاب شو بتوصل لنا على السريع؟ أنا كابن أجر عند أخونا عملت وظيفة وكنت في مدرسة بير الأمير في الناصري وفي معايهم بالسيارة مجلد عملوا تخطيط عملوا خطة وأخذوا عليها جوائز في هذا الاتجاه كنت في بلدية الناصري في مشروع ضد التدخين وكذا فاللي بدأ أحكيه بعكس ما سمعت أنه لا فيه قيادات بين مدراءنا بين مدارسنا بين مجالسنا اللي بقودوا هذا كل احترام لهم من هنا أنا بقول لهم يعطيكم ألف ألف عافي فالاتجاه أنه من داخل هذول الطلاب هن القيادات وفيه مشاريع وممكن أن تتعمل مع المقابلات أهلا وسهلا فيهم شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات والمعطيات شكرا لكم إلى هنا ننهي برنامج هذا اليوم عبر القناة الفضائية ببث حي ومباشر أشكر الزملاء وزملات الذين واللواتي رفقوني من خلال هذا العمل برفقة المحررة الرئيسية لبرنامج هذا اليوم فريدة جابر برانسي مخرج البرنامج ساري جابر أعزائي عزيزاتي كان معكم بلال شلاطة نلتقي بأمان الله اشتركوا في القناة